السلام عليكم أصدقائي في المطبخ الصحي السهل اللذيذ وأخيرا وصفة لغريوش اللي طلبتوها كثيرا في الانستجرام وفي التيك توك وعتكم بها ودرتها غريوش الصحي في الفرن نباتي بدون قلي وبأحسل الأحسل الطبيعي هايل ولي ضقوه كل هاكم شايفين تعليقاتهم وآراؤهم اللي حطيتها في ستوريات الانستجرام والفيسبوك كل هبلو فيه نحتاجو كاس فرينا كاملة وربوع كاس زي زيتون هنالفرينا كاملة تسقطوني منين أول مرة نجرب لامارك أمور عمور كما هك وكنت مرفق قبل الأغروديف صراحة عجبتني أغروديف شوية أحسن زايدة فيها نخلق شوية أحسن هذا رأيي فيها رشة ملح ونحتاجو ربوع مغرف صغيرة بيكربونات نديرو حفلة في وسط الفرينا وننكبولها شوية خل أولا باش ما تتفاعلش باش ما تطلقش ريحة بيكربونات في الأخر في القريوش ثانيا باش تعطني مفعول أقوى ونخلط كلش مع بعضها كي تتجانس زيت زيتونة مع الفرينا وتدخل للحبح وبيبط الفرينا وكل في الزيت نقدرو نضيفه الماء الماء هنا أراه مكانش مقدار مضبوط راه يكون الفرينا وكيفه كل خطفة رينات كاملة كل واحدة ونسبة نخل اللي فيها درت نصف كاس عمرت والأساس اللي سنستعمل كل من بعد استعملت غير ربع كاس أنا استعملت غير ربع كاس ثم تقدروا تزيدوا كاس راكم تفو فيها في الزيت لغير المانش ما أريد أن نصخ الماء نفس الكاس إذا تفيز الزيتونة هذا كل يكبت فيها الماء منو الزيتها بطلي ومنني باش منوصخش الماء الكوزينة راهي المهم العجن هنا ما تعجلوه شي عسر تلموه في بعضها تقريب نفس القريوش تعل فرينا البيضاء غير جيف تلموه في بعضها ومدلوهاش كاس راح تتعبكم في الخدمة ومدلوهاش تريطول وراح تتقطع لكم لخاطر أي حاجة فيها المخيلة الخدمة تاحها راح تتقطع ورح تشوفوني مبعدها كيفاش تعبتني شوية في الخدمة مع أنه صح سهل وممطن أصعيب خطر ساعاتي تقطع حسب الفرينا اللي راح تستعملوها جوز تلموها شوية وخلاص هذه العجنة تانا والشرط الأساسي إنها ترتاح في الثلاجة على الأقل ساحة وما تخلوهاش جزد سوية وما تخلوهاش الغضوة أنا خطرة خليتها غضوة تعبتني دخلتياتر في بعضها وتعبتني في الخدمة هذه العجنة شوفوا الطراوة تاحة ما تديروش فرينا إتمامة إذا عدروها غير لنخي لوحوها عودوا الرجعة شوفوا نسبة الماء لقاعدة إهنا سمانة بيت الماء راح يحس بالفرينا راح يستعملوها التومة كل واحدة ونوع فرينا اللي عندها إلا الثلاجة عشرين دقيقة وبعدك الساعتي تبلينا خليتها ساعة بس ما تفوتوش ساعة أنا هي كانت عندي خدمة خليت ساعة وبعدها بديت بديت على خدمة نذكر أصدقاء أنا مش مشتركين شتركوا في القناة راح نشارك معكم وصفات وشاركت معكم منقبل وصفات صحية نباتية بمكونات بسيطة موجودة في كل بيت العجينة هنا يا ما تعودوش تعجنوها وإلا تعبكم واحدة ومع أن هنا تقطعت لي يعني حاولوا تلموها شوي أنا هنا أخدمت بها دريكت لخاطر ديم وأنا أخدم بها دريكت معانش بدها من الثلاجة نخدم بها دريكت بس حاني قلتوكم حسب أنه خالة لي فيها أنا هنا ولا نخدم تقطعوني حبات شكيت كانت العجينة ما هي شي ملمومة منيح يعني بعد ما خرجتها من الثلاجة وفي نفس الوقت لكن تلموها ياسر راح تجيكم كلكسرة يجيكم كلكسرة ويجيكم مش ابنين شربك تسمعون النصائح تسمعون مليح الفيديو مش وحدة تفرج لي غرفة تصاور ولا تشوف لقطة تفوتها وبعد يقول لي مصلحش معايا تابعوا النصائح بليز تابعوا نصائح خطب خطوة هنا يا استعملت طابع لخاطر الجرار اللي عندي مختفي منيش لاقيت ووراهو معاني عندي جرار قديم تعبكري وهذا الطابع راحو صغير شوية الكبير ثاني كيف كيف راحو مختفي معانبالش ووراهو محطور لعبه هراني استعمل في الصغير هذا هي كتطبعوا بصبعك هكا تحاولي تخرجي العجينة هذه هي وكتطبعوا ثاني ما تديرو وين خلصتو اخر حد عاوضوا تطبعوا بحداه باش ما تديروش الزوائد الزوائد هذه غيرت الحاجة فوقانية لا تراولهاش لاختري العجينة المعاودة راح أجيكم قاسية لاني نعاود ما تفزدوش العجينة وحاولوا كتغصوها قسدي كتحولها بالحلال حاولوا كيلو يعني قدش راح أجيكم في الطول وقدش راح أجيكم في العرب هكا باش ما تديروش عجينة معاودة شوفوا كيفيه نحاوض نطبع جزء من بديت اخر مرة هكا باش مدعوديش عجين على المحاول ده ونحكم ليحبيلي لخاطر الطابع مهوش ماضي مهوش كما الجرارة و بلاستيك يعني ماضي شوية بار هكا بان نخرجها بسهولة وما نخدمهمش مباشرة نحطهم كل مع بعضهم ونخدم بس احنا يراهي غلطة متلموهمش كل مع بعضهم لخاطر كيزيد 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 ونحن اتقطع لكم ونخدمها اشاك فو ندير غلطات ونخليها في الفيديو باها تتعلموا منها ليس نعطيكم كل شيء صحيح ونبعد تسرع اخطاء تقولوا كيف نديرو العجين المعاوضة مالفة نديرها كريوش يعني لي انا هنا حبيت نجرب ليقولوا لهم مش يقولوا لهم صبيبطات صبيبطات بلغات حبيت نجرب بلغة بشجلانية وجربت بها هذه هي والحبة اللي قاعدت تشوفوا كيف طبقت كيما لبت خيتي درت ما حاولت نعجنها طبقتها على اثنان وطبعتها بالطابع هكا باش متعدش لجينة المعاوضة اللي عجينة المعاوضة رح اديكم كل كسرة مفعول الزيت هذك رح يختفي وكننا كيما نرتيش فيها الزيت باتاتا ما لعجينة معاوضة لا انصحكم بها هذا وش قاعد لي من اللي عاجينة كل وتوكمر حا نجربهم بلغات ساخف عليهم صراحة ساخف علي حاجة بشجلانية او ما قاعدتش بهنديرهم هاري دجا قدش عندي مني وعدت بها من اكتوبر من اول منهار شفتو في القريوش كنت درتو لكم في بوكس ديسمبر عاودتو في بوكس بوكس المولد و بعد عاودتو في بوكس ديسمبر هبلو فيه ما عدا لي اخذوا بوكسات اللونين المولد ما عطاونيش عني فيدباك حاجة كبيرة خطا قد ما عسلتوش مني نقص تعسل ما عرفتش فاش نطبكها بعد رجعتها مربع هذي اسهل و جاوني روعة ذوك التفو كيف هجاوني هذو البلغات يعني نحقرتهم قدوك يتفرشوني ذوكه جوني ما مش يصالحين تفوهم في اخر بيدو كيف هجاوا تحيروا و كانني درتهم فيها جعبة هالي الحبة ثانية تايل نجو لي لف هفيرة كما رقد تفو أسبوع يدخل يخرج يدخل يخرج على الأعمدة هذيك و من بعد تقلبوا من تحت مفهومة هك أنا درتكم أكثر من واحدة هكا المبتدئات يعافوا ديروا القريوش الحبة الثانية كيف كيف ان شاء الله بكر هي واضحة احنا تقطع لي حطيتو بجهة مش ما فا تقطع لي خطرة حطيتها شوية ياسر و هذيه تجب ذو اخر الحاشية من تحت و هذي القريوش هتاحكم شكلها صح يبالكم شوي مهوش 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 في حالة ما إذا تقطعت لكم هنا رهم ارققت شوية العجينة حاولوا ما ترقوهاش ياسر تبالي هذي ثانية تقطعت لي مهوش هاي لباس ما تقطعتش مهم لي تقطع حطيتهم من هنا بس انتم معا تطبعوا اللي تطبعوها اخدموها ان شاء الله بكروا رهم واضحين شوفوا كيف هالأصبع يدخل يخرج على الاحمدة كلها و بعد نجي بدو اخر قرن من تحت و هذي الظفيرات اتبعوا باقي اسرار منيح راني مكتبتش كلش هنا في الفيديو لغالب دجا هذا الفيديو راني صورته اول رمضان اللي مكتش اللي خمسة عشر هاي خمسة عشر نيوم هو في التليفون السنة في المونتاج سامحوني راني نطول لغالب كل مرة يجيني ظرف زي مرة يجيني مهم هذو هما الحبات لما تدرج لايك لايك الفيديو حتى ما عجبكم اشتاب بروسكم دلوا تفاعل في القناة خلي يوصلوا للناس كل وبرتاجيوا الى الفرن هنا عشرين دقيقة هاي مئتين وعشرين كما طيبوا الصابلي من الاخر كما طيبوا الصابلي وخلاص هنا بعد نخرجوا شكلهم هاي انا من البنة لخطر كنت اخي درتهم اوه رمضان باش نكمن عسلهم كنت مرضت كليتوا محك هك بلا عسل بنا عظيم كنت في الليل هدوس بيبطى شوف كفه جوا فرغي من الداخل واكأنهم روحة ايه نسيت ما قلت لكم ش سر توقنوا اكتبوه بعد ما تشكلوهم خلوهم ساعة بعد طيبوهم سينو باش شكلهم يبقى محافظ على الشكلهم وهنا في التحسل تبعوا 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 بليز تبعوا النصائح هنا في التحسل لازم 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 تخلوهم عشر بقائق لخطر في منو خالة وميتشربوش العسل بكل سهولة يطولوا باش يتشربوه العسل هنا بعد ما تفكرت درت له الورد الطبيعي العسل تمرموش دبس العسل يتباع برا في بولارات صغيرة واني وفرته لكم اللي تحب اللي حبة تقومون دي بارك تواصل معي فيسبوك ولا انستجرام هو دبس تمر وكيف كيف تشكو اراء الناس اللي ضاقوا دبس تمر وعسل تمر تماما ربي يحفظها كلها رهي مثبتها ستوريات هايلايت في الانستجرام بعد عشر دقايق باش تخرجوا اله هنا ما حبيتش نكفر العسل هذه تكسرت للحبة ما حبيتش نكفر العسل ما حبيتش نكفر المهم توما تحبوا تكفروا بعد اللي قعدوا لكم ما عليش دائما دائما خلوهم ينقعوا الى عشر دقايق لخاطر انا اول مرة درته كان في موكس ديسمبر بدر صغر حبات والاولين اللي ضاقوا معطوني عهادي يعني قالوا لي كلش ابنين كلش مع بعضها مع بعضها ابنين وبعد ولهت انا ماما جاء قد حتين حتين ضاقوا تفكرت واحدة دخص عليها شوية ابوني معانا قد دي راهو نقص حلاواني عن زيبه العسل اما ثم خلاص عدتكين اخب نكفر له العسل نخليه يتشرب و اكل عجبهم كيما واحدة قد تخضغ لي مشاعي نعاود و نعسلوه المرة ثانية بعد ما نعسلو نعاود و نعسلوه المرة ثانية العسل هنا يكون خثار شوية في اللوو يكون مخفف شوية موارد هو دي جا عسل تعي خفيف دي جا العسل يكون سخون العسل هنا يكون خاثر بعد ما عسلنا قده من حبه يكون دي جا عسل وهذا هما قريب جاتي هذو مصطيطات يتوفو كيفه حايلين ما تنسوش لايك جام بارتاج مكسيموم حقا يصل الجميع سلام